مطور ألعاب إلكترونية سي بدر الدين أهلا بك أهلا بك أخي العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا أنت متواجد الآن مرحبا مرحبا صباح الخير لك إذن أنت متواجد بأندونيسيا بسنغافورة أقول هكذا نعم يعني هي شركة أنا أصلها من سنغافورة ولكن أنا الآن أعمل في أندونيسيا جيد إذن قبل أن نتحدث عن اللعبة لعبة فريفاير والمشاركة العالمية للجزائر في هذه اللعبة بعدما أن كان يتكلم عليها بأن الألعاب عبر الهواتف المحمولة هو إدمان بالنسبة لشباب والعديد من الخصائيين النفسانيين تحدثوا عن هذا الشيء لكن سنترك كل هذا ونترك البطولة العالمية بعد أقل أريد الحديث معك أختيارك لأن تكون مطور ألعاب إلكترونية هل هو وليد اليوم أم منذ الصغر وأنت تحلم بأن تكون مطور ألعاب إلكترونية وهل درست تطوير الألعاب الإلكترونية هنا في الجزائر أم بالخارج أوكي تقريب الشغف والحب لألعاب الإلكترونية هذا ظهر مؤخرا في الثلاثة أو أربعة سنين أخيرة عندي ودراسة درست هنا هي هندسة معمارية يعني ما عندها حتى عرقبت طول الألعاب ثم تواجهت يعني أدرت الماستر تايت الهندسة معمارية في النابا ثم ذهبت إلى إيطاليا لدرس هناك ومن ثم جيت مباشرة إلى يعني كما قلت أنت إندونيسيا لأنه رأيت نوعا ما أنه يعني دول جنوب شرق آسيا أكثر تقدم نوعا ما في تكنولوجيا من دول أوروبية ويعني أنا أرى أنه نوعا ما المستقبل هناك في الـ gaming industry هذه والتكنولوجيا وبالتالي كما قلت تواجهت إلى هنا جيد الآن ربما ليستمع لهذا النقاش يقول كيف كان هو دراسته شيء والآن يعمل شيء آخر لماذا؟ تقريب كما قلت سغف يعني تحب حاجة تعلمها تبطوين تلك الحاجة ديك تبا بخاتيكي تبا برند وعندك سيجيبك دي شالنجي راح تدخل فيهم وراح تكسبتهم وكما قلت تعلم واحدة ورانا هنا في الـ gaming industry جميل يعني مستقبل اليوم ربما نتحدث لما نتحدث على سوق الألعاب الإلكترونية في الجزائر تكاد تنعدم يعني لما نتعدت على الألعاب الإلكترونية سواء كانت عبر الهواتف المحمولة أو عن طريق الكونسولوجوه هكذا نقول كلها تندرج في مسعى التطوير في الخارج وليس في الجزائر مستقبل التطوير الألعاب الإلكترونية في الجزائر هل لديه آفاق؟ أوكي يعني هذا يعني نترقه مباشرة للجزائر حيث شو نبدأ أنه يعني درت بعد الـ research لقيت أنه 70% يعني من الجزائريين يعني دون سنة 30 يعني من سفر إلى 30 سنة 70% يعني الأغلبية للناس هادو نحكي عن الموبايل غامز كما قلت هناك تعالى الكونسول هناك تعالى الموبايل يعني تقريب نسبة مئة أبل مئة ما الأشخاص هادو تقريب يعني ليس مئة أبل مئة ولكن تقريب عندهم هاتف نقال هكذا والبوتنسيال هذا للشباب اللي كان في قسمه مام الافريكا الافريكسي اللي كانت أكثر تسارع نمون مكوتيت على جهناس حيث يعني هناك دراسات ربما إلى سنة 2050 رح يكون زيادة بنسبة 50% في فئة شباب وهذا هو اللي يعطي البوتنسيال يعني اللي يجب يعني نستطمره فيه أكثر كما قلت في الجزائر أما كيف أشرح نقول لك هذا هو اللي فاكتور يعني الشبيب ولازم يتموا أكثر يعني بلا جميع من الهندسة المعمارية إلى العمل في الأعاب الفيديو بدلا من ذلك أمر وهي واية وموهبة وحب وشغف بطبيعة الحال أريد مثلما تحدثت في بادئة الأمر قلت بأن المختصون في الشأن النفسي دائما ما يلومون ويعيبون على الأولياء بعدم مراقبة أبنائهم في هذه الألعاب الإلكترونية سواء قلت في الهاتف النقال أو أي جهاز آخر للألعاب الإلكترونية لكن هل يبقى دائما تلك الصورة النمطية بأن الألعاب الإلكترونية هو عامل سلبي للشباب أو للطفل في حد ذاته أم لا في هذه المرحلة؟ شوف في هذه المرحلة ربما نقوم بإجابة بطريقة أخرى ونحكي مثل عن الكواتي بوزيتيف جميعاً أن الناس كانوا أيضاً كواتي بوزيتيف والذي يمكن أن يتعادلهم على ساقة المهارات لهم الشخصية الكوميكسيات والتعباء بالجروب كما تعلم، النمو السريع في هذه الألعاب الإلكتروني والصناعة أيضاً توفر إمكانية اقتصادية كبيرة كما سوى الانجيو فيديوال والاقتصاد على الدولة العموم ربما إنشاء دي بوست، يعني نوفو جوب يعني إلى آخره هذا القواتي تعال الحكاية بوزيتيف ونيغاتيف جميل اليوم بات ما يعرف بما يسمى بالمسابقات في الإي سبورت هكذا رياضات الإلكترونية بمستقبل رياضات الإلكترونية في الجزائر خاصة أنه نشهد في الأونات الأخيرة أن شباب يجنون أرباحاً كبيرة في الألعاب الإلكترونية أوكي يعني رأينا مؤخراً هناك يعني هذا الزطلة إي سبورت كما قلت ولا هذا اللعب المهتري في نجوة بروفيسيونالة على الإي سبورت حظوا باهتمام يعني كبير ومهم جداً يعني مؤخراً هناك يعني كما رأينا شركة موبيليس يعني قامت ب يعني كانت هي سبونسور تعال العامل فاتك أسلها الميسينغا فورا حيث كان هناك فريقين جزائريين ومؤخراً عدنا نديروا دوريات يعني يعني تعال إي سبورت في الجزائر يعني في بعض الولايات في الجزائر ويعني هذه التزامن كما نقوله مع النموذ سريحة على الإنجستري هذا وبإذن الله نشوف يعني أشياء جميلة جداً في المستقبل قريبة في لعبة فريفاير في الجزائر جميل وحسب تجربتك وأنت في هذا المجال ما الذي سيساعد في تنمية الرياضات الإلكترونية في الجزائر أوكي مواكبة يعني التكنولوجيا الاهتمام أكثر بهذه لذات لات إي سبورت يعني نوفر لهم البيئة المناسبة بش هما يعني اللاعبين محترفين نوفر لهم يعني مثل اللاعبين تعكورة القدم يعني كما نقوله إي سبورت ولا سبورت فيزيك ولا سبورت إلكترونيك نوفر لهم كل ما يكون لزمالهم كما سواء من القواتي المددي أو القواتي بالأمينستراتيف كل ما يخدمه الليجال يقدروا تغنوى انترنسيونال على الشيء انترنسيونال وبياننسيونال إلى آخرين تحدثت عن طبيعة الحال للشباب الذين لهم شغف لألعاب الإلكترونية سواء عبر الأجهزة فالألعاب الهاتف فقط المحمول بـ 93 مليار دولار يعني في عام واحد 2020 ومبلغ ضخم جدا ويمثل زيادة نحكي واحد زيادة من العام العام السابقة بـ 7.7% يعني زيادة على أساسها سنوي من 2020 وتقريبا من الكواتي الغيفوني اللاعبين في هذا نفسهم نعم لأنه على سبيل ميتاناتيك ميتاناتيك العام السابق في سنغافورة هناك 2 فرق جزائرية وكان المبلغ الجائزة 2 مليون دولار يعني هناك 12 فريق على مدن يعني 12 فريق من كل دولة يعني رح تقسم عليهم هذه 2 مليون دولار بالإضافة إلى كما قلت إذا هناك سبونسورز رح يفرونهم يعني يفرونهم مستقبلهم ببساطة المنتخب الجزائري هكذا نسميه اليوم لأنه سيشارك في مسابقة عالمية بسنغافورة في لعبة فري فاير عبر الهاتف المحمول اليوم الجزائر لها مكانة في هذه اللعبة سواء على صعيد العربية وحتى العالمي مدام أنها تمثل البلدان العربية في البطولة العالمية طبعا نشوف اللاعبين تكلمين على لعبة فري فاير خاصة والألعاب عامة الإلكترونية أن الجزائريين دائما يكونوا في المقدمة على سبب المئة الفي كأس العالم في ريو دي جانايرو 2019 الفريق كان مئة بالمئة جزائري الفريق الواحد ليمثل العرب من أصل يعني عشر دول في كيمانجولو مينا ميدل إيسون وآفريكا هو الجزائر في 2021 دينا بوطولة عالمية أخرى في سنغافورة العمليفات كذلك اثنين فريق جزائرية ممثلين العرب كاملين العام هذا لدينا فريق مغربي وفريق جزائري الأسبوع القادم على فكرة هذا أنا كأس العالم في سنغافورة حققت يعني هذه الفرق الجزائرية حققت إنجازات كبيرة جدا ونحن فخورين بهم نتمنى في المستقبل يكملوا على هذا جميل الفرق الجزائرية كانت دائما تشارك في هذه البطولات لكن على المستوى العربي ما هو ترتيبها اليوم على المستوى العربي هي الأولى لماذا الأولى؟ لأنه لدينا لاليقة يعني لاليقة مثل لاليقة الدورية على كرة القادم لدينا اثنين لاليقة في العام يعني Free Fire Arab League الفريق اللي راح يتصدر هذيك لاليقة هو الذي يتأهل مباشرة إلى كأس العالم نفس الشيء مثل كرة القادم يعني كما نقول لك أكوب دافريك أو أكوب جيوند نحن عنا أكوب آغاب أكوب آغاب تأهلوا منها المرة هذه واحد مغربي وواحد جزائري هكذا ولكن الفرسيون والنسخة اللي فاتت كانوا اثنين فرق جزائرية وليقبلها كذلك كان جزائرية في ريو ديجانو في البرازيل جميل اليوم لما نتحدث على هذه المسابقات ربما لما تدخل مسابقة عالمية بمثل حجم هذه المسابقة في الهياضات الإلكترونية حدث على يجب أن يكون عندك هاتف محمول يكون بمواصفات عالمية حتى يسمح لك المشاركة في مثل هكذا مسابقات طبعا هناك الهواتف اللي اللعبوا بهم هواتف متقدمة نوعا ما ولكن السر في وراء فريفاير لعبة فريفاير هو أنه أي واحد يستطيع اللعبها أي واحد مهما كان الخاصة على الهاتف طبعا كما نقول على سبيل ميطان أعطيك مثل آيفون 6 فما فوق لا داعي أنه يجب أن يكون عندك هاتف غوي جدا كل شيء يتعلق بالمهارة ولكن طبعا يكون عندك هاتف ربما أكبر يعطيك نوعا ما أحسنة للعب جميل في هذه المسابقة كم من جزائري سيشارك على ما أظن أنا سوف ألتحق بهم الأسبوع القادم إن شاء الله أنا الآن في جزيرة باليوس أده بل جزيرة سانتوز ستتم هناك نهاية كأس العالم في سنغافورة الفريق هو أنه الشيء الجيد هو أنه يعني اختلاط الدول مع بعض فريق واحد يمكن يكون فيه واحد سوري هو الفريق الجزائري أتكلم عن الفريق الجزائري هناك أظن اثنين أو ثلاثة جزائري ناس متأكد لأنه كل مرة يتبدو لعبين جدد بالإضافة إلى يعني على حسب لونترانمو هم يدربوا يعني خمسة ستة ساعة في اليوم كل يوم بدون توقف لمدة يعني أربعة خمسة أشهر حتى يستطيعون يكمبيتيو في الكوب ديموند وبالتالي على حسب الفريق اللي كانوا معامل بداية هذا كان على أثبيت واحد سوري واحد يونسي إلى آخر يتلمون مع بعضهم ويروحوا مباشرة ولكن فهمتها يعني تقريب هي هكذا جميل جائزة لهذه المرة كم ستبلغ لما تحدثت لعلى 20 مليون دولار هذه المسابقة لهذه السنة كم ستبلغ كم ستكون أظن لم نعلن عليه إلى هذه الساعة ولكن ربما تكون نفسها وأكتر بما أنه هذا اللعبة الحمد لله قد تزدهر يعني كثير وخاصة في شمال إفريقيا في الدول الثانية بطبيعةها ستكون نفس يعني 2 مليون دولار أو أكتر ربما جميل نعود لك بدر الدين لما نتحدث على أنك هوايتك اليوم تطوير العابة الإلكترونية وكما تحدثنا في بداية الأمر قلت بأنه هذا السوق في الجزائر والاستثمار في هذا السوق في الجزائر يكاد ينعدم هل خطر في بالك أن تكون لديك شركة ناشئة في هذا المجال هنا في الجزائر حتى ربما تكون شركة مصدرة للألعاب الإلكترونية ويكون عندنا اكتفاء ذاتي لما لا في الجزائر في هذا المجال ونصفه صفوة دول المتقدمة في الإنتاج كما قلت سابقا نرى الجزائر من قطعة تعلق على الجهد أو هناك كثير مواهب يعني كما سوى في القطعة على الجهد أو جهد أو جهد أشخاص يصنعوا اللعبة أو يطوروا اللعبة أنا في صفاتي هنا أعمل مطور كما يقولون المطور بضرو كثير جزائرين يحاولون يتواصلون معي يقولون أنا مطور على العب هذا درست عندهوا في الروس أو لوكال في الجزائر أو فهمت وربما هذا يفتح لنا فرص في المستقبل لذلك نفتح لأن نفتح لتعليز هذا أو نفتح لتحل من طرف الدولة ومدعومة وبالقوانين وبالبرمي حق الممارسة في الأماكن كما نقول قاعات الكبيرة مثل حدث كورس قدم يكون حدث كبير طيب جميل الإيسبورت في الجزائر يعرف رواجا كبيرا وتحدثنا في عديد من المرات حتى أنه في لعبة فيفا وغيرها من الألعاب الإلكترونية لكن اليوم مستقبل إن صح التعبير ما هو مستقبل المسابقات للألعاب الإلكترونية في الجزائر هنا مستقبل الألعاب الإلكترونية كما قلت لك يتعلق يعني كل ما يكون الدعم أكثر كل ما يكون يعني هناك فرص أكثر هذا لذي سبورت لذي تلاتي على سبورت وفقط يجب مواكبت كما أود لك مواكبت التكنولوجي لأن هذا يتعلق وخاصة في التكنولوجيا هذا ما يكون الشهر في التكنولوجيا في التكنولوجيا سيكون مختلف ونحن يجب أن نقوم بطريقة موازية معه وشيكون وبرب إن شاء الله نحق ويعني تقدم كبير رأينا في الدول في المؤخرة أن الدولة لا تهتم بالإسبورت أكثر وحتى العام السابق حتى في أزمة الكورونا قاموا بدعم اللاعبين وفروا لهم طريقة كيف يذهبوا إلى صنغافورة بشي مثل العرب ويمثل الجزائر خاصة والعرب عامة جميل الأسبوع المقبل ستكون المشاركة في البطولة العالمية بطبيعة الحال والجزائر عندها ممثليها بطبيعة الحال قل لي هل أنتم مستعدون بطبيعة الحال لهذه المسابقة خاصة وأنه سيكون هناك مشاركون من عديد دول العالم طبعا لايبين أنا وجدين نفسيا فيزيك وابسيشيك وقمنا وتوفير لهم ما يتطلب من تدريبات إلى آخر همهما يقاموا كما قلت لك يدربوا خمسة إلى ستة ساعات يوميا من دون توقف هناك اللعبة تطلب تكنيك معين تستطيع تعطيك أفونتاج لكي يتفوز وأي واحد يطمح بشي يفوز بالمركز الأول يحصل على الأدري على سبيل مئة نصف مليون دولار للعب الواحد أو شي على حسب الله واللي هو مبلغ معتبر واحد هو الأهم في الأخير ما ستضيف أو هل لديك إضافة بخصوص هذه المسابقة وحتى الدعم من الصالمة على المستوى العالمي للإي سبورت طبعا نوجه تحية خاصة للاعبين مثل الجزائر كما قلت لك عامة والعرب خاصة والعرب عامة وإن شاء الله نشوف منهم مستوى كما عودون في النسوخات القابلة السابقة كأسلام تعفري فاير ومن جانب كما قلت السلوطات المحلية نشكرهم أيضا على الدعم لقد دعموا على الجوار هؤلاء الثلاثلات الاجواء 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 للإي سبورت ونتمنى يكملوا ويدعموا وإن شاء الله كما قلت لك ربما سامعت أي شيء ربما ستكون فيدرالية إي سبورت ويكونوا فيها الناس المؤثرين في مجال الألعاب الإلكترونية هناك رأينا كثير على سابن ميتال وسام الدون الموت العرب في سنغافورة المدعو من طرف شركة موبيلي سبونسور وإلى آخر وكثير من الأشخاص آخرين نتمنى توفيق لك بدر الدين ولمنتخبين الجزائر في هذه البطولة لما لا حتى يرفع عالم الجزائر في كل البطولات سواء إلكترونية حتى رياضات أخرى شكرا جزيلا لك عمروس بدر الدين منطور ألعاب إلكترونية ومشارك أيضا في البطولة العالمية للعبة Free Fire عبر الهاتف المحمول بسانغافورا كنت معي عبر تقنية سكايب من أندونيسيا شكرا جزيلا لك